نروح لزمينة محمد توفيه من الارض الملعب ايضا ولقاء مع ميستور الفريق الحياة اللي بيعمل كل الشغل ده في الروتيشن والخطط والجمل التكتكية في ارض الملعب لقاء مع كابتل محمد مصالح ميد وتفضل يا محمد وحلق في السماء ولا تهبط ابدا باذن الله وزي محرك يعني وصفته وماستر الفريق كابتن محمد مصالح المدير الفن للفريق يعني الف مبروك الفوز الحمد لله سلسلة سلسلات متواصلة وكالعادة برضو حركة النهاردة على الجي كبير من اللعبين سواء صغار السن اول حتى ما كنوش بشاركو النهاردة موجودني في الملعب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله طبعا مطش كان في المتناول بحبه شيد بزياد دوساما بصراحة يمكن احسن مطش لعبه بجراءة وكان كويس جدا والحسيني مش غريب على الملعب ومرجان هما دول النهاردة من الشباب يعني بجانب طبعا اللعب الكبار بنزلوه انا مشكلتي الوحيدة دلوقتي الاصابات الخارجة عن قرط يعني يعني عبد الرحمن سعودي كرة جاد في ايده تشرخ صباح تشرخ عادل النهاردة جاله لتوقف القدم حد ستين عربية فالعاجات دي يعني هي دي لمزعلاني لكنها قدر ولازم اتعامل معي يعني الاصابات في توقيته زي ما حدرتك قلت ممكن ده بيعكر صفه الفريق او اكتمال صفوفه لكن زي ما شايفين حدرتك بتعمل صف تاني والتالت من الفريق اللعب الكبار شايفين فيه كلام كتير في الملعب صوار من حضرك او من لعب الكبار مع لعب الصغيرين وده وضح جدا في العديد ده ندل اللعب الكبار دايما بتساعد اللعب الصغيرة مش في المطشب بس في التمرين والحمد لله يعني الروح جميلة جدا لك زي ما قلت لك الاصابات دي بتفرمن اللعيب شوية يعني احنا طلعين كويس قوي كبرنامج لياقة بدانية وفولي وكل حاجة طلعين كويس قوي الاصابات دي اللي بتخلي الواحد يزعل شوية يعني او يدايق ان هو اللعيب يعني النهاردة زي عادل مثلا ممكن ياخد خمس ايام اسبوع مش هيتمرن فولي مثلا ده اللي بيضيقني قوي في الموضوع لكنه قدر وان شاء الله الزملات يعني اتنين دلوقتي عادل وعبد الرحمن هم اللي اتنين في مكان واحد معنديش دلوقتي غري اتنين عبوا محسن فربنا يسر عليهم يعني يعني انا طلعت حسام اول شوت قلت له ابدي خلي الجهاز لقدر الله لو حصلها جهة لعبك في غير مركزك يعني بس حمد لله يعني حالك قبل من نخش على الهو كنا بنتكلم حالك كنت بشيت جدا بضور الجهاز المعور مع حضراتك ودورهم يعني تعرفنا برضو تعرف السادة المشاهدين معانا ودورهم واحدة كنت بتتكلم عنهم بشكل أكثر مرة لا انا معايا طبعا الجهاز بقالوا دي سادة سنة شغال معايا زواء تامرة وجمعة مدربين معايا كابتن محمود الوزير هو على فكرة هو اللي علمني فولي كابتن محمود الوزير معانا محلل تقني ومعانا دكتور سامح ظلام وميكي وحسن اليقة بدنية اللي بيتعب معانا جدا وليدور كبير جدا في الفرقة تقف على رجليها يعني بدنية حبيب تقولي بقى لعيبتك النهاردة خاصة اللي بيتم دفع بهم جودات من صغار السن ورسالة تقولها لكل جمهورينا دي الأهل اللي مستنيوكم اللي يستنيوكم اللي يستنيوكم رائعة يعني احب لقول لولادة سوارين انت لسه معملتوش حاجة انت لسه في أول السلم ان شاء الله انتوا يعني الوقت ده اللي هو اللي احنا فيه اللي هو الدور التمييد ده وقتكو لازم تستفادوا منه بأقصى استفادة تستفادوا من لعيبك كبار عشان خاطر المطشاط دي مهمة جدا بنسبالكو في الأول ان انتوا خطوا على أجواء الدرجة الأولى وازاي بتلعبوا السيستم الليعب بتاع الدرجة الأولى يختلف تماما عن الناشئين تحت اللازم يستفادوا منها بقول الجمهور دايما انتوا في ظهرنا وانا عارف ان انتوا يعني ظنوكم فينا ان شاء الله يعني اعتمنى ان احنا دايما نكون عند حسن ظن الجمهور لانهم داعم كبير جدا لنا شو كابتن بيدو بنتم ناكو دايما التوفيق بإذن الله كابتن هيسم داك اللقاء أنا مع كابتن محمد مسيح المدير الفني الفريق ألف مبروك الفوزي النادي الأهلي بسلس نقاط جديدة ودائما يا رب طائرة النادي الأهلي وكل الرياضات في انتصارات ويبقى النادي الأهلي دائما في المقدمة